على النقيد تماما من أبار النفط الأسود التي ترفض الخير للبلاد هناك أبار من المال الأسود التي تدعمها تمويلات خارجية أصابع تنهش في الجسد السياسي العراقي وهو العامل الأكثر خطرا على تشكيل الصورة النهائية للديمقراطية العراقية المرتقبة في العراق تتحدث المفوضية بلسان صارم عن اعتبار تمويل الأحزاب خطا أحمر حيث تعلن مؤكدة مراقبتها لحركة أموال الشخصيات الحزبية والأحزاب برماتها وما يسمع من هذا الحديث فهو مثال اهتمام للشارع العراقي الذي يريد أن تنجب العملية الانتخابية شكلا سياسيا وطنيا نقيا بعيدا عن التمويل الذي يحقق مآرب خفية أو أطماع خارجية تعمل على تحريك دولاب الفوضى وإثارة النزاعات والصراعات عمل الأحزاب ليس عبثا أو خارج إطار قانون إنما هو جزء من التشريع الذي يراقب وينظم العمل السياسي والحزبي في البلاد فيما تخرج الأصوات تزامنا في موجات الاقتراب من الانتخاب للحديث عن مال أسود حول المشهد الديمقراطي في سنوات سابقة لصورة سوداء فجرت غضب العرقي الذي حرم من الحقوق نتيجة سرقتها في جيوب شخصيات ونفوذ ومصالح شخصيات ونفوذ ونحن حول المشهد الى شخصيات ونفوذ 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 وشخصيات ضمن المشهد الوحزبيات شخصيات ونفوذ ونفوذ وتشخصوا